اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نعبره دائما كاس العلبة كاس الحليب عامر نضيفه كاس نخلطهه نضيفه نصف كاس نخلطه نقص الثاني نضيفه الخمير We add Picking powder يديه 15g 15g نضيفه نحركه و نضيفه نضيفه نصف نضيفه ثاني ديال كاس يلتغيخ نحاول نخلطه مزيان باش ما سبقاش عندنا شي تكاتولات مزيان مزيان وغيكون احسن لو غربنا هذي كبكينك باودر لانشي مرس كتبقى تكاتولات ديالها سوف نخلطه مزيان تأكده مزيان بان ما كان شي حاجة ونمرو باش نزيدو الخوضر ندي هنال مسلم شحرة مقطعه صغيرة ولا محكوكة كانت محكوكة حسن باش مجيش بينه مطايشتها هي مقطعه مربعه صغيرة بجلوف ديالها سوف نخلط مزيان بجلوف ديالها بجلوف ديالها بجلوف ديالها كورنيشون الخيار مخلل هذه المكونات اللي غنضيف انا تقدروا تستغنو على البعض منها باش يموشكي الزيتون كحر مقطع ولكن رح هاد شي كامل هاد المكونات كيكملوا بعضياتهم باش كيعطوا اللدة الاخير نجربوها ما غديش تندمو رحا سريعة 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 كتوجد في الحين لدينا الكاشر حتى هو نخلط المكونات باش تنساجم باش تنساجم مع بعض نضيف وعود ثاني الربيع من كالطيبرا ما كيبقاش بين هاد الشي بزيف يبقى بين غرز زيتون والكاشر والمكونات الاساسي الاخير اللي غدا نضيف من البيت اللي هو ضروري وكيضف واحد اللمسة واحد المعطاق رائع القعطة اللي هو الجبن اي نعدي الجبن للمربع أو المثلت حاول نوزعه للإناء فمني كيطيبه كيجي فيه ذاك المربعات ولا المكعبة كيجي كيعطيه واحد المعطاق صراحة مني جربتنا هاد الكاغتا كنستغني عليه ضروري نديره مرة ولا يجوش أسبوع فهو سريع يعني في أي وقت ما كي يقدرش الواحد ما كيكون فيه اللي يدير شي حاجة طيب ولا هذا خفيف خفيف هذي الأكلة دغية كتوجد محتى اللي الموظفات واللي كيقرعوا يعني وساكنين بواحدهم دغية كيوجد فهد اللاسيوس هذي دي الورق الزبدة نقطعوه هذي كتقطعه باش يجي باش يشدلينا الزاوية دي الزاوية قائمة دي للمول فالمول من الأحسن يكون هكا مستطيل أو مربع يكون كبير شوية أحسن باش تبسطوا جينا طيبة مزيان داخل الطيب أما إلى كان المول الأخر العادي دي الكيك راما كتطيبش جربتها راما كتطيبش من الداخل خاصة وقت أطول مش أنها الطيب فهاكا كتطيب أسرع وكجي محمرة وزوينة وداخل الطيب بشتوف حلكة كيجين من قاد من الجناب هنايا غادي ننضيف الخالد حاول نوزعه مزيان إلى المول نتأكد بأن العناصر اللي ضفت الخضار والزيتون والجبن والربع وكل شي يكون موزع مزيان نتأكد بياتش هذه الوصفات السريعة يعني صيحية وفي ناس الوقت سريعة وما كتأخدش الوقت وكتعجب حتى الولادات الصغار وكتشبع كذلك يعني ما كتحتاجيش تلك كمية كبيرة نظرا من التعدد المكونات اللي فيها فكتشبع صراحة كتشبع فكتبع لك في الول كتجيك قليلا في التبصير ولكي نرى صراحة قد ما كانت المكونات كثيرة قد ما كيشبع الواحد كتعطا حتى الوليدات القوتي المدراسة يعني متعددة استعمالات خارجات النزهات في الاخير قبل ما ندخل لها الفران سنضيف لها الجبن أي جبن بغيتو مدزار الله ولا البرمجان ولا البرميزون أي جبن بغيتو تضيفوه من فوق بش يعطينا واحد اللون زوين سوف يكونوا سبق لنا شعرنا الفران سخون يعني كنا درجة حرارة 180 ولا كان الفران عادي نسخنه نشعله ونخليه يسخن سوف يكون درجة حرارة يعني هذا الموقع يكون توسط ما مجهد ما معل المهل من وبين سوفي وهو القغاتان جاهز كيجي محمر ومقاياد في الطياب وكل شي سراحة تيجي لديد لديد بزيف وذيك الجبن تيجي لداخل فهدي الوصفة رقم جوج اللي هي عبارة عن سباكيتي بالخضر سريعة سريعة جدا كتوجد فرمشة العين ندزل طريقة التحضير ندزل طريقة التحضير عندي هنا ليببات سباكيتي يعني بالقمح الأصمر فهي صحي نوعا ما فلق الفلاء بالألوان مطيشة وبسلاء مع التومة والقرعا قغجات غدي ندير الزيت غنوزع هذي الزيتون على ليبات او سباكيتي والملحة كذلك البزار يعني عضفه للعطرية اللي بغيته صراحة هاد الوصفة هادي يعني حققات مشاهدة ملايين المشاهدة يعني شفتها انا جربتها واصدقات وجات لديده والوليدات كلاوها يعني كم عارفين الوليدات ما يبغيوش الخضرة ولكن ما كتبقاش باينه كتبقى باينه اللي كفلفلاء الحمراء اللي كتبقى باينه ضفت هنا يا السكنجبير والخرقوم والتحميره يعني كتضيفه وقع العطرية مش مشكله الا القرفاء مهم تقدروا تضيف حتى المناسمات الزعتار ورقة سيدنا موسى ليازير يعني اي عشاب منسمة كتفضلوها حتى ضامت البنة حتى هي ديالتجاج ولا ديال الحوت اللي بغيتوا من بعد غدي نشعل عليها الموقد درج الحرارة متوسطة وغنضيف عليها المطايب يعني غليان يكتعرفوا اللي بات كي بغيوه المطايب يكون مغلة سوف نحركوا ضروري هاد المرحلة هادي يخصنا نبقى واحدة المقلد يعني إلا بغينا ما تحرقش لينا وطيب لينا بسلام قوم نحركوا في هادوكليب باس باش ينزلوا اه لكانت شي طنجرة غدي يكون احسن غدي تطيبوا بارياحية اكثر فضرتها في المقلغة باش تبين ليكم مزيان الربيع كذلك ونزيدوا المغلة عند الحاجة نبقى ونضيفوا بشوي بشوي الماء فوق محتاجينه ونحركوا مزيان مزيان تحرك مهم في هادوكلياتنا باش ليباتي ندامجوا مع ذيك الخضرة وغدت طيب مزيان وغدت بدا تدوب لنا ذيك الخضرة بشوي بشوي ما غداش تبقى تبين بزيف نحركوا كيف قلت ليكم الى ان تصبح جاهزة تقوبيتها هادوكلي 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 جديدة جديدة بزيف فلفلاركم كتعرفوا فلفلام مع ماطيشا مع التومة وبصلة هاد المكونات مع بعضياتهم كيطعوا هادوكلي هادوكلي هائل ومع العطرية كذلك زيت السيتون وفي الاخر كنحصلوا على النتيجة الهائلة كنتم بلكم هائلة يعني معنى الكلمة ارا هاللي ما تيبغيش له خضرة ارا فهذه الأكلات السريعة ارا غادي يأكلها خصوصا لكه الواحد جيعان يستاغل الوقت يستاغل الواحد الفرصة بشي يكون جيعا يدخل الخضر للاكل دياله ان الخضر مهم بساف واخواني اخواتي ما بقى للا نقول لكم دمتم بصحة وعافية ان شاء الله فهذه هما الأكلتان الخفيفتان سريعتان نتمنى انكم تجربوهم وبالصحة والرحال نتمنى ان نلقاكم صحة جيدة الى الفيديو القادم ان شاء الله اشتركوا في القناة